هي تنفع بقى صفرة رمضان بدون الطحينة او صلطة الطحينة جنب المشويات والحووشي والصفرة بتاعتنا المحبشة ينفع طبعا لا ما ينفعش طبعا طبعا الفول بدون بقى معلقة الطحينة اللي على الوش دي لا طبعا ما ينفعش النهاردة هنعمل مع بعض شوي الطحينة من الاخر كيلو من الطحينة اللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده لون وقوام ما قولكوش تعالوا نسمي الله ونصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونجيب صينية كده ونضيف فيها كوبايتين من السمسم محمص على نايم تمام؟ واول حاجة تعمليها تنقي بقى عندك السمسم كويس جدا جدا وشايفاك ياللي لسه ما عملتليش متابعة على الفيسبوك او اشتراك على اليوتيوب وكمان تعملي شير للفيديو ده بجد حلو جدا ويستاهلها هتعملي شوي الطحينة طعم وقوام ما قولكوش هتدعيلي بجد عليهم حضيفي كمان كوبايتين من السوداني الفيل السوداني ده نوع ارخص نوع لان الحباية بتاعته صغيرة زي ما انتوا شايفين وبرضو هنقلبهم مع بعض كده ونقيهم لو في اي حاجة برضو مش مستحبة بنشيلها تعالي بقى على البتجاز على النار وسط وتبتدي تقلبي على طول ويديك على طول في السمسم والسودان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان مش عايزة عندي السمسم يتلسع مني ويمرر انا بس بحمصه كده او بطير منه الرطوبة تفضل تقلبي لغاية ما تيجي تمسكي عندك السمسم مع السوداني تلاقي ايدك مش مستحملة كده السخونة بتطفي بصو اهو ما تقتش السخونة بتاعت السمسم والسوداني طفيت النار وبرضو لسه مستمرية في التقليب ليه لان عندي الصينية طبعا سخنة جدا فلو طفيت وسبتهم هتيجي تشوفي السمسم والسوداني هتلاقوهم متلسعوا من تحت فلازم لازم بعد ما تطفي برضو تفضلي شغالة كده لما الصينية بتاعتك تبقى بدرجة حرارة المطبخ بتاعك او بايت معايا كده بالشكل ده برضو شغالة بقلب لغاية ما عند الصينية قادرة كمان ان انا امسكها كده هفضي عند الصينية في طبق زي ما انتوا ما شفتوا هجيبكم بايتين مينة دقيق برضو على نار وسط وهقلب على طول هضيف عليهم نص معلقة من الملح وهفضل اقلب تقليب مستمر على نار وسط لغاية ما هنشوف هنوصل للون ايه؟ انا عايزة هنا طعم الدقيق يروح معايا ودي خطوة برضو مهمة جدا جدا برضو ببصوش زي ما انتوا شايفين كده بقلب على طول على طول عشان الدقيق عندي ما ياخدش لون او يتحرق مني وطعمه برضو يغير هنقلب على طول كده بجد الفيديو حلو جدا يستاهل ان انت تعملوا له شير مع اصدقائك وحبيبك ويستفيدوا طفيت هنا بقى كده بالشكل اللي انت شوفتوه على الدقيق وتعالوا بقى هنطحن عندي مش هدي في الدقيق دلوقتي على السمسم وعلى العسداني انا هطحن دول بس كده مع بعض لغاية ما ينعمه كويس جدا في كبة الخلاط بس ما تقطريش عشان ينعم معاك كويس جدا بعد ما طحنت كل الكمية هجيب الدقيق بصوا لونه ما بقاش دقيق لونه اصفر معايا شوية آه تمام هبتدي قلب كويس جدا كده وهنجيب شفشاء الخلاط هضيف فيها كوباية من الزيت وهضربها الاول كده على سكنة الخلاط نضيف الاول كوباية الزيت ومغطية طبعا الشفشاء عشان ما يبهدلش عندك الدنيا وتضربيهم لمدة دقيقة كده ولا حاجة لغاية ما الزيت عندك اللونه يغير للون الابيض وبعد كده بشغل واشيل بالراحم الغطاء وانت مشغلة الخلاط بتبتدي تضيفي عندك السمسم مع الدقيق هيتقل معاك تبتدي جبت كوباية تانية من الزيت اول ما بلاقي الخلاط عندي تقل بروح ضيفة حبة زيت وبعد كده ببتدي افضل بقى اضيف فعندي الدقيق مع السمسم مع السوداني بالشكل اللي انتو شايفونه ده كده باللسبتولة معلقة ورا معلقة ما تكبيش كله في الشفشاء عشان ما يتقلش على الخلاط بتاعك وفي النص برضو هاجيبي اللي اسباته لكده وهقلب بصوا طبعا هنا انا طافية الخلاط وببتدي اشغل وقومون فوق بالراحة كده بقلب عشان كل اللي فوق ده ينزل تحت ويضرب على سكنة الخلاط هتفضلي بقى تضربي طبعا بافصل وبضرب كويس جدا خد معايا قديه زيت الكمية دي خد الكوبايتين من الزيت يعني عندي كل حاجة كوبايتين كوبايتين سمسم كوبايتين سوداني كوبايتين من الدقيق كوبايتين من الزيت ورشة الملح اللي احنا حطناها اللي هي نص معلقة اهم حاجة تفضلي تضربي لغاية ما يعمل فوم او فققيع على وش شفشاء الخلاط كده يبقى معاكي الطحينة عمرها ما هتفصل وبختبرها ازاي ان هي عندي الكوام مظبوط بظهر المعلقة زي ما شفته بعمل خط ما بيصحش على بعضه وتبقى معاكي الطحينة اللهم بارك كده امر 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 تستاهل بجد تحطي لايكات وشير ولوف وكل حاجة حلوة وعايزة كل الكومنتات تسلم ايدك يا دودو وبصوا بعد ما ثبتها في البطرامون برضو نفس النظام فيه فقق كيح صغيرة يبقى عندي كده الطحينة عمرها ما هتفصل بقالها تلات ايام على فكرة على الرخامة ما فصلتش ولا كتلت ولا اي حاجة كوامها بيتقل بس زي ما هي اللي بتكتل ولا كمان بتفصل الزيت لوحده والطحينة لوحده خطيرة جدا دعوة منك من القلب وسلام عليكم